أخبار اليوم مستقبل الناس حرامية أنا بس عايز أقول كلمة واحدة حرام إحدى مستقبل كل بيزية بصمم الفيزية الفيزية دا يعطينا مستقبلة خلاص ليه؟ ليه؟ الفن في كده؟ هو دا التعليم في بلدنا؟ هو دا الحلو أن هو يحط بتاعيصابه يسقط الملد كلها؟ هو هيبقى برتاح كده؟ دا نظام فاشل وتعليم فاشل ووزير فاشل أصل ولا حطي المتعام دا ربنا ينتم منه هقول ليه؟ هقول إن إحنا تعمنا وطلع ميتلنا طول السنة من دروس لبراجعات العرف ويجي واحد الله ينتم منه ويحرق دمه ربنا حسبي الله ونعمل وكيل فيه خلاص يعمل المناظر اللي انتوا شايفين هدي ليه؟ عشان إيه؟ أساسا مناهج كلها تترمي في الزبانة ولا ليها أي لازمة ومناهج عقيمة كلها ولا ليها أي لازمة بس المشكلة إن إحنا عشان يطلعوا معهم شهادة من يرد ربنا مين دا؟ وقالوا فهي الدفعين وحرق دم طول السنة ليه عشان إيه ويال بالذاكر؟ مش ما بالذاكرش؟ مش كحنة ولا أولا السنة هذا كنتيزي يا رب صلى الله وعشان إحنا نعملنا في شيء حرارة حرارة ثمروا الأولاد ثمروا الأولادنا منهم ليه؟ ويواجهنا ويكلمنا في التلفزيون ودرس من الأول بتوع الفازق يخلي الامتحاء ويقول رأيه فيه إيه؟ طوير وصعب حرام ويتعبوا من الناس